احنا عايزين نتكلم الاول عن العنوان الرئيسي الخاص بحلقتنا او الخاص بالفقرة وهو العادات الخاطئة في التعامل مع حديثي الولادة حضرتك طبعا اكيد عارف وبتسمع من الناس اللي بتجيلك فكرة انه انا اصل انا اماما قالتلي كذا اصل انا خالتي قالتلي كذا اصله مش عارف المفروض بينصاحه بكذا انت رتب لي كده ايه الحاجات اللي انت بتسمعها الضلط هو بالضبط يعني هو في حاجات معينة بتبقى دايما في دماغ الام والقض بالذات ان هو لو اول طفل يعني حتى من اول زيارة خالص يقولك احنا جايين نكشف عالطفل يعني يا جماعة جايين نتطمن عالطفل مش جايين نكشف عالطفل هم بيعملوك انه مريض من اول ما تولد ان هو عنده مريض وراح لمعادلة دكتور فحتى احنا بيقولهم انت جاي تطمن بس عالبيبي اطمنك على شوية حاجات لكن هم ما عندوش اي حاجة فبيبتدوا من اول خالص يعني الام مثلا بتجيلي في اليوم مثلا من اليوم السابع لليوم العاشر بتبتدي نهاية تسأل ازاي يعني هتتعامل معا ازاي في اول مثلا ثلاث شهور مبدئيا هتتعامل معا ازاي بزات نهاية لو ام لسه اول بيبي تجيب بريبي طبعا نكلمها الاول على الرضاعة طبيعية ودي اول حاجة ان احنا اهمية الرضاعة طبيعية للبيبي اللي لسه مولود مفيش حاجة خالص اسمها ان احنا بنبتدي على اللبن صناعي او فلانة او حد من قريبو كان ماشي على اللبن او نوع حلو انا ما بردعش في بنت في بنت سيجي تقول انا ما بردعش انا كل اطفالي اللي قبل كده انا عارفة ان انا مثلا كمية اللبن قليل بنيجي في الاخر كده كده بندخل اللبن صناعي انا نظام شغلي بص دخلني على اللبن صناعي من الاول كل الكلام ده طبعا بنرفضه بطريقة مهمة جدا ليه لان اهمية يعني اولا لازم هي تبقى عارفة اهميته يمكن هي بتبقى عارفة ان هو ده او ده فانا هختار ده هو طبعا التاني اسهل ممكن اي حد يردعه بتبقى الحياة اسهل شوية صحيح ولكن لو هي عرفت اهميته مثلا بتقولها مثلا حاجة بتاعت مثلا حاجة واربعين حاجة وخمسين فايدة فساعتها يا اما بتصدع وبتمشي وتسبني اما بتقول لي خلاص هردع طبيعي او بتقولك كده وبتتجهل او بتقول اه لان هي بتبقى في دمخة مثلا لأ انا حاسة برضو ان هو ما بيشبعش اصلا هو بيعيط ما هو مش هامل حاجة غير ان هو بيعيط ما هو بيعمل ايه بتقولك لأ اصلاها بيعيط هو عايز لبن زيادة هو قالك عايز لبن زيادة وهل هو بيعيط لان دي غير دي انت عارف مناسبة الرضاعة الطبيعية اه كان فيه واحدة صديقة ليا كانت بتقول لي ايه ممتها رغم اني ممتها يعني الامهات انت عارف قد ايه بيهتموا بمسألة الرضاعة الطبيعية الامهات اللي هم الكبار في السن اه كانت تقول لها لأ دي مش شبعينة لأ عملها ببرونا اه 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 اللي هو عارف اه 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 اكت من انصار ببرونا لأي انا لأنا دي مش شبعينة مش شبعين هو بيفترض انه الطفل مش شبعين وبالضبط هم بيقولوا انه هو اي حد يعيط اذا يبقى ده جعين 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 هو مش كده خالق هو الفكرة كلها انه في معادلات نموه معينة يعني هو هي تجي تقول لك بص ده هو دلاتي مثلا 3 كيلو ده هو دلاتي 4 كيلو اه 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 هو كان مولود قد ايه يعني هو مجيش مثلا صحيح دي حاجة مهمة جدا برضو من العادات الخطيرة المقارنة اللي هو يشوفه الطفل يقولك ايه ده هو ملو مرفيع كده ليه اه 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 ما بيكبرش ليه ما بيتخانش ليه ما انا عايزي حط عندي مثلا في العيادة ما تبصيش للي جنبك وما تكلميش مع اللي جنبك ايه وده عنده قد ايه فتقولها مثلا ده عنده 4 شهور تبص الجزء كده اهما للمسافرة اللي معنا ده ما بيكبرش ليه لا ما هو حضرتك انت ابنك دخل حضانة وطلع من الحضانة وكان طالع الستارت بتاعه هو مولود صغير هو لما كان عزيره كان كيلو 700 ايه دلوقتي هو عنده 4 شهور فلما يبقى مثلا 5 كيلو ده انجاز فيه طفل تاني مولود 4 كيلو ونص عشان كان عنده حاجة مثلا معينة في 4 كيلو فأكيد عند 4 شهور ده مش هيبقى 5 كيلو ده هيبقى 5 كيلو فما تحكميش ان هو ده اكبر من ده او ده وهم الاتنين نفسه العمر هو فيه معدلات نمو معدلات نمو ده احنا بنشوف كل طفل كل شهر بيزيد فيه قد ايه هو افريج مثلا في اول 6 شهور لو قلنا من 20 ل 25 جرام بنبتدي ان احنا نتابع مثلا كل اسبوعين كل شهر وابتدي اقول لها الوزن زايد بطريقة مظبوطة فخلاص هنكمل ده ازاي ده بيعايت ده ما بينامش بالليل هو بيعايت عشان حاجة تانية غير ان هو جعان تقول لي طب هو بياخد مني كويس ما هو ما فيش حد هيعرف هو بياخد من الامة قد ايه مستحيل ولا بمبنج ولا ان احنا نعمل التشفيط لبا ولا كلام ده خالص هو الفكرة هو بيزيد كويس فده اكتر حاجة هتبقى مارولينا ان المراية ان هو النمو بتاعه ماشي كويس اوي